البنوك المركزية قد تبدأ في زيادة كبيرة في أسعار الفايدة معنا تحليل اقتصادي بيرصد حركة أسعار الفايدة وهل البنوك المركزية خلال الفترة القادمة ترفع أسعار الفايدة في الحلقة دي نستعرض التقرير ونشوف التقرير قال إيه بالنسبة لأسعار الفايدة وعلاقتها بمعدلات التضخم والبعض انتقط انخفاض الفايدة على الشهادة الدولارية نتكلم له أسعار الفايدة على الشهادات الدولارية منخفض عايزين نوه لحاجة ان المعلومات اللي احنا بنقولها على القناة دي معلومات وقراء احنا اما بنرصدها او بنستسقيها من مصادر او من تقارير او من معلومات في النهاية دي معلومات احنا بنقدمها لحضرتك لو عند حضرتك معلومات عكس ذلك طبعا بنرحب بيها بالعكس كل ما تبقى المعلومات مختلفة ده ده بيؤدي الى صراء لكن يريد بلاش بقى نجرح في بعض انت عندك تعليق قوله من غير بقى اصلا انت خايف اصلا انت مش عايز تقول الحقيقة اصلا انت عايز تخدع الناس اصلا انت عايز تضلل الناس قناة اصلا عملنا عشان خاطر نوع على الناس ونديهم ثقافة مصرفية من غير ما نخش في جدل انا لو عايز اخش في جدل هخش في جدل وده على فكرة بيؤدي الى زيادة المشاهدات وبيؤدي الى زيادة عدد المشتركين على القناة ونعمل بقى عنوين نفرقع فيها الدنيا وده مش اسلوبه وده مش هعمله فاتمنى اللي عايز يقول رأيه يقوله واحنا سعداء سواء كان الرأي بالتأييد او مخالف من غير ما نجرح في بعض وفي قاعدة انا ماشي فيها في حياتي كلها ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضي اختلف معايا قول وجهة نظرك قول رأي مخالف تماما لان انا بقوله لكن بلاش نجرح في بعض تعالوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي قناة صباح البنوك في تحليل اقتصادي حديث صدر من بنكيو النبيه الاهلي التقرير دو بيرصد حركة اسعار الفايدة على المستوى العالمي بيقول ان البنوك المركزية قد تبدأ في زيادة كبيرة في اسعار الفايدة خلال الفترة القادمة وبيوضح ازاي ان معدلات التضخم شهدت اعلى ارتفاع لها منذ التسعين في مؤشرات دلوقتي هتظهر لحضراتك واخدينها من التقرير يوضح لكم ازاي اسعار التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية شكل قدامنا بيرصد تضخم اسعار المستهلة في الاقتصاديات الدول المتقدمة المملكة المتحدة ومنطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية هنلاقي ان اسعار التضخم في يناير 2022 شهدت ارتفاع بشكل كبير جدا وده نتيجة لان كان فيه طلب كبير والمعروض اقل نتيجة للانفتاح اللي حصل بعد جاءحة كورونا الى جانب ارتفاع اسعار الطاقة في الفترة من 1992 حتى 2021 كانت اسعار التضخم في الولايات المتحدة الامريكية بنتكلم على 2.3 من 10 في المية في منطقة اليورو 1.8 في المية في المملكة المتحدة هنلاقي 1.7 في المية لكن تعالوا بصوا كده في يناير بس هنلاقي ان في الولايات المتحدة التضخم قفز بشكل كبير جدا وصل ل7.5 في المية في منطقة اليورو وصل ل5.1 في المية وفي المملكة المتحدة وصل ل5.9 في المية طيب التوقعات ايه التوقعات بعد الموجة اللي ارتفعت في يناير 2022 التقديرات رايحة في 2023 اني ده يتراجع ويعود للمعدلات الطبيعية يعني في الولايات المتحدة بتكلم في 2.5 من 10 في المية منطقة اليورو بتكلم على 1.6 في المية والمملكة المتحدة بتكلم على 2.2 في المية في فترة كورونا البنوك المركزية وده وفقا للتقرير قدمت حوافز كبيرة جدا من ضمن الحوافز دي زي تخفيض اسعار الفايدة وزي شراء الاصول وده لتنشيط حركة الاقتصاد لاني كان فيه قلق كبير جدا ان الاقتصاد يخش في مرحلة ركود وده طبعا ليه انعكاس كبير جدا على فقدان الناس وظائفها وعلى حركة الاقتصاد وغيره ولحد كبير نجحت البنوك المركزية في انها سعادة اقتصاديات الدول ان هي تعبر من ازمة جائحة كورونا خلال 2020 عوامل ارتفاع التدخل ان الطلب شهد ارتفاع كبير جدا عن المعروض وده كان نتيجة طبيعية لان كانت فيه مشكلة في سلاسل امدداد كانت الناس متوقفة المصانع متوقفة فجأة فيه انفتاح فطبعا بدأ يزيد الطلب بشكل كبير جدا فالاسعار ارتفعت فحدث التدخم الكبير الى جانب موضوع ارتفاع اسعار الطاقة طبعا ارتفاع اسعار الطاقة بيأثر اكتر بشكل كبير جدا في الدول المتقدمة لانه بيمثل جزء كبير جدا من اسعار التدخم البنك اندلترا بالفعل رفع اسعار الفايدة في المملكة المتحدة مرتين وبدأ في ديسمبر وبعدها وصارع بنك الاحتياطي الفيدرالي اللي هي الولايات المتحدة الامريكية الى تقليص مشترياتها من الاصول بحيث يمكنه من زيادة اسعار الفايدة اعتبارا من مارس والتقرير لا يتوقع ان البنك المركزي الاوروبي يرفع اسعار الفايدة خلال النصف الثاني من العام الحالي طبعا بسبب ضعف التعافي الاقتصادي وانقفاض التدخم في منطقة اليوروب ارتفاع التدخم ده بيعمل ضغط على البنوك المركزية لان من ضمن الهداف الرئاسية البنوك المركزية هي مواجهة التدخم ولما التدخم يرتفع بشكل كبير كده اكيد البنوك المركزية هتتخلى عن السياسات اللي هي بتتخذها وتبدأ بقى تركز اكتر على موضوع التدخم ضيئة اليورو وامريكا في الفترة القادمة هيركزه اكتر على مواجهة التدخم وبيتوقع ان هم مرفعوش اسعار الفايدة بوتيرة سريعة وزي ما بيقول ان البنوك المركزية بتتوخى الحزر في الموضوع ان هترفع اسعار الفايدة بسرعة ليه؟ لان ده هيسبب زعزعة في الاستقرار المالي في زيادة حده هتحدث اما من بنك الاحتياطي الامريكي او من بنك انجلترا البنوك المركزية في انجلترا والولايات المتحدة الامريكية اما خمسين نقطة اساس يعني نصف في المية او خمسة وعشرين نقطة اساس يعني ربع في المية خلال الفترة القادمة وطبعا ده زيادة كبيرة جدا لان البنوك دي بتقعد سنوات طويلة وبالما بيتحرك اسعار الفايدة ربع في المية بيقول اذا قررت البنوك المركزية رفع اسعار الفايدة بشكل اكثر حدة فهناك مخاطر كبيرة من انها قد تتسبب في عدب استقرار وتقلب في الاسواق العالمية لو شفنا الرسم لقدامنا هنلاقي الناتج المحلي الاجمالي لابتصادات الدول المتقدمة هنلاقي ان في الولايات المتحدة في عام 2020 كان معدل الناتج المحلي بالسالب 3.4% وفي 2021 ارتفع ب6% موجب ويتوقع في 2022 ينزل يبقى 5.2% وفي 23 يكون 2.2% لو بصينا على منطقة اليور هنلاقيها ايضا تأثرت في عام 2022 بالسالب 6.3% وبعد كده تحول لموجب 5% توقع 4.3% وفي 2023 توقع أن يكون 2% الملاكة المتحدة تراجع ناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير جدا تقريبا بالسالب قرب لـ 10% وفي 2021 ارتفع اقترب من 7% وبعد كده يتوقع أن يكون 5% في 2022 وتقريبا 2% في 2023 لو بصينا على أسعار الفايدة المتوقعة في الأسواق هنلاقي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هنتكلم على 0.1% وخلال الثلاث شهور بيتكلم على 0.7% وخلال الست شهور بيتكلم على 1.3% وعلى أساس سنة بيتكلم على 1.8% 10% ودي الدولة المصدرة للدولار وبالتالي لو لاحظنا هنلاقي أن أسعار الفايدة على الدولار منخفضة لأن ما يفيد من دولار البنوك بتستسمره في دول المصدرة يعني مثلا لو دولار عندي بوديه أمريكا لو ين بوديه اليابان لو جنيس ترليني بوديه إنجلترا لو لاحظنا هنلاقي أن أعلى فايدة على أساس سنوي ما وصلتش ل 2% وده يمكن الرد على التساؤلات اللي جات على حلقة الشهادة الدولارية لبنك القاهرة نبصينا أيضا على الشكل اللي قدامنا هنلاقي إن معدلات أسعار الفايدة في المركز الأوروبي يعني الدول الأوروبية هنلاقيها بالسالب 0.5% لو حاليا أو على أساس 3 شهور 0.3% لو على 6 شهور ولو على سنة بالموجب 0.1% يعني الناس بتدفع على فلوسها اللي بتحطها في البنو أما في إنجلترا فبنلاقي أني حاليا أسعار الفايدة 0.5% ولو 3 شهور بنلاقيها 1.2% ولو 6 شهور بنلاقيها 1.7% ولو سنة بنلاقيها 2.2% طبعا باللاقي دايما في الأبحاث أو التحليلات الاقتصادية دايما في حاجة اسمها إغلاق مسئولية يعني دي معلومات عامة المصدر لهذه البيانات ما بيتحملش أي مسئولية عن اتخاذك أي قرار بناء على هذه المعلومات وإن المعلومات الموجودة في التحليل الاقتصادي دي بتمثل آراء المحللين لو ما عملوا التحليل وليس آراء البنك طبعا لو أنت بتعتمد بقى على مستشارين متخصصين في اتخاذ القرار الاستثماري بتاعك في النهاية قرأنا على حضراتكم تحليل اقتصادي صدر من البنك والنبيئ الأهلي بيقول أن الفترة القادمة البنوك المركزية قد تتجه لرفع أسعار الفايدة بشكل كبير جدا نصف في المية أو ربع في المية أو ربع في المية وده طبعا حاجة كبيرة جدا أن أسعار الفايدة بتحرك بالشكل دو نشكركم ما تنسوش تشتركوا تشاركوا لصدقاء وتفعيل خاصية الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيث تبدأ تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لأن في كتير من تسألات حضراتكم إجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك تجدد تلقائي ولا لا تجدد بعض الشهادات بتجدد تلقائي يعني لو عملتها لمدة 3 سنين بعد 3 سنين لو حضرتك ما روحتش بيتم تجديد الشهادة الموضوع بيختلف من بنك الآخر طيب أنا عايز أعرف الدنيا بتقدر أنك أنت تتواصل مع البنك بتاعك على الخط الساخل للبنك واتكلمهم فيما يخص الشهادة واسم الشهادة عشان يعرف إذا كان الشهادة دي بتجدد تلقائي أو لا